المعارك الدائرة في إلدب ونوحيها تهدد بالتوسع ويمكن أن تشكل تهديدا أمنيا إقليميا ودوليا لا سيما بعد الصدام الأخير بين سوريا وتركيا حسب تحذير الأمم المتحدة نشهد كارثة إنسانية وهذا الوضع يسبب معاناة إنسانية غير مقبولة ويهدد السلم والأمن الدوليين بيدرسون يسعى إلى إنعاش اتفاق أستانا وينوي المشاركة في اجتماعات طهران في اليومين المقبلين في حين شددت إيران على ضرورة الحل السياسي نؤكد الحاجة إلى تطبيق اتفاق سوتي المتعلق بإدلب والذي شددت عليه اجتماعات أستانا ونحن نشدد على حل هذه الأزمة بوسائل سلمية من دون سماح الإرهابيين بالاستفادة من الوضع وإدانت الولايات المتحدة كلا من سوريا وإيران وحزب الله على تصعيد القتال في إدلب وصفت تركيا بأنها حليف للناتو وطلبت وقف القتال فورا رد مندوب سوريا باعتبار الموقف الأمريكي من العدوان للتركي معيبا وسأل مع من ستتفق الحكومة السورية على وقف النار مع من تريدون عقد اتفاق وقف اطلاق النار قولوا لنا مع الكيانات التي اتفقتم أنتم على إدراجها ككيانات إرهابية في مجلسكم هذا مع جبهة النصرة مع هيئة تحرير الشام كما انتقد الجعفري الاجتماع الذي عقد في تفتناز قبل ساعات بين القيادات العسكرية التركية وجبهة النصرة لكن مندوب تركيا تابع التهديد باستخدام القوة مؤكدا أن القوات التركية لن تنسحب من سوريا الجلسة شهدت الكثير من المواقف الدائمة لسوريا إذ حثت الصين على دحل الإرهابي ومنع انتقاله إلى ساحات أخرى ومحاسبة من يقف خلف الإرهابيين بينما استهجن مندوب روسيا تجاهل نوعية السلاح الذي يستخدمه الإرهابيون واستغرب الغيرة المصطنعة على أوضاع السوريين بينما يسرق نفطهم وتدمر مدنهم لا يختلف أحد على صعوبة الأوضاع الإنسانية المزرية في شمال سوريا لكن داعين لهذه الجلسة الطارئة لم يشرحوا كيفية الفصل بين التنظيمات الإرهابية المسلحة وبين المدنيين في تلك المنطقة نزار عبود الأمم المتحدة نوي يورك الميادين